موسيقى استقبلت أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية اللي وجهها جلالة الملك حفظها الله وتسلمت من منصقها الدوري تقريرا عن مقترح التعديل بشأن مدونة الأسرة قصد رفعها إلى جلالة الملك نصار الله وقد اشتغلت هذه الهيئة وفق مقاربة تشاركية واسعة عبر تنظيم جلسات الاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومكازيات نقابية وقدات وممارسين وباحثين أكاديبيين ومؤسسات وقطاعات وزرية كما توصلت لهيئة بمذكرة عبر البريد الإلكتروني ثم انكبت على دراسة المقترحات اللي انبتقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة وهنا أغتنم هذه المناسبة لأجديد التعبير عن خالص شكري والامتنان ديالي لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك نصره الله على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة لإيجاد السبل كفيلة بتمكين الأسر المغربية من لعب دورها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وأتشرف برفعي المقترحات اللي هيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظر صاحب جلالة لينسو ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة